الدنيا منقطعة مهما بلغت من جمع الأموال الموت ينهي غنى الغني مهما بلغت من القوة سبحان من قهر عباده بالموت مهما بلغت من الاستنتاع بالحياة يعني دائما الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدمين وقوة القوي وضعف الضعيف ينهي كل شيء أنا لا أتصور أن عطاء يكون في الدنيا فقط ينتهي بالموت يليق بكرم الله مادام العطاء إلهي يجب أن يكون أبديا سرمديا فأي عطاء ينتهي بالموت لا يعد عطاء يليق بكرم الله فبذلك هذه الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب أعطاها لقارون وهو لا يحبه أعطاها لعبد الرحمن بن عوف صحابي جليل وهو يحبه أعطاها لفرعون وهو لا يحبه أعطاها لسيدنا سليمان وهو يحبه فهذه الدنيا لا يمكن أن تكون مقياس محبة من الله أو عدم محبة لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء إذن الدنيا منقطعة الآن قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت لو إنسان فرح مثلا بشيء طارئ وزائل وسينتهي بيكون تفكيره محدود جدا إذا الإنسان فرح بشيء سابت ودائم يعني مثلا لو خيروا إنسان بين أن يقتني دراجة له أو أن يركب هذه المركبة ساعة الدراجة أفضل لأنه باقي وللآخرة خير لك من الأولى وما عند الله خير وأبقى فلما الإنسان بيختار الدنيا الفانية المحدودة ويزهد في الآخرة الممدودة يكون أحمق ويستحق غضب الرحمن لأنه اختار الأدنى اختار الحياة الدنيا ولم يختار الحياة العليا